قام بزيارتنا سيد قائد العمليات الفريق جميل الشمري إلى مكتبنا وتم مناقشة الخطة الأمنية التي سوف يتم تنفيذها في يوم التصويت الخاص ويوم التصويت العام حيث وضح بأنه هناك أطواق أمنية سوف تكون الطوق الأول هو عبارة عن موظفي المفوضية وبعد ذلك هو طوق أمني من القوات الشرطة والطوق الثالث هو عبارة عن قوات الجيش إضافة إلى أنه هناك سوف يكون تغطية جوية لحماية مراكز الاختراع ومحطة الاختراع في يوم الاختراع لهم هذه الخطة تم معدادها من قبل قيادة العمليات بالتنسيق مع بقية أعضاء اللجنة وهناك اطمئنان بأن هذه الخطة لثقتنا العالية بقواتنا الأمنية بأن هذه الخطة ستكون جيدة وسستطيع أن تؤمن الناخبين وتؤمن كذلك مراكز ومحطات الاختراع ترجمة نانسي قنقر